ترأس معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزور المالية والاقتصاد الوطني عمال الجلسة الأولى للمنتج السادس للمالية العامة في الدول العربية وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي والذي عقد عن بعد بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول العربية ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي والسيدة كريستالينا جورجي فا مدير عام صندوق النقد الدولي وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في كلميته الافتتاحية على أهمية التشاور حول التطورات الاقتصادية وتداعيات جائحة فيروس كورونا التي تركت أثرا بالغا على الكثير من القطاعات الاقتصادية وأكد معاليها أن السياسات المالية أسهمت في مجابهة تداعيات جائحة كورونا والحد من أثارها الاقتصادية كما شارك عدد من وزراء المالية في الدول العربية بمداخلات تناولوا فيها واقع مجابهة جائحة فيروس كورونا في دولهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر